تحرقات الرأي العام في الدول الصناعية لصالح تحسين البيئة والمناخ تتصاعد منذ الربع الأخير للقرن العشرين ويصاب قدعات حماية البيئة الزمن لحماية كوكب الأرض من كوارثة طبيعية ومناخية سببها الأساسي الوقود الاحفوري وعمليات التنقيب الواسع عن النفط والغز والتي استنزفت الكثير خلال العقود الماضية وتسببت في ارتفاع درجات الحرارة وتغيرات كبيرة على المناخ والبيئة في هذا الصدد أظهر تقرير لشبكة رين 21 المعنية بسياسات الطاقة نظيفة أن استخدام الوقود الاحفوري لا يزال على نفس درجة الارتفاع التي كان عليها قبل عشر سنوات وذلك على الرغم من تراجع كلفة مصادر الطاقة المتجددة والضغط على الحكومات للتحرك إذا أتغير المناخ وذكر التقرير أن استخدام الوقود الاحفوري مستمر وسط الطلب العالمي المتزايد على الطاقة واستمرار الاستهلاك والاستثمار في محطات جديدة لذلك النوع من الوقود وتراجع استخدام طاقة الكتلة الحيوية مثل الخشب أو النفايات الزراعية في التدفئة والطهي وبحسب الإحصائيات التي أوردها تقرير الشبكة بلغ معدل استخدام الوقود الاحفوري بالنسبة لمجمل مصادر الطاقة العالمية 80.2% في 2019 مقارنة مع 80.3% في 2009 في حين أن الطاقة المتجددة مثل الرياح وطاقة الشمس شكلت 11.2% في 2019 ارتفاعا من 8.7% عام 2009 وبحسب التقرير فإنه مع استمرار التعنت في استخدام الوقود الاحفوري فإن البشرية تعيش واقعا مريرا متمثلا في ارتفاع نسب الاحتباس الحراري وزيادة التلوث في الوقت الذي لم يتم تنفيذ أي وعود متعلقة بالإصلاح المناخي وهو ما يهدد مستقبل الأرض والبشرية اشتركوا في القناة